محمد عبد المنعم أحد المتعملين في مجال توريد القمح يا أستاذ محمد صباح الخير صباح النورة تاني طيب أنا عايز أعرف برضو من حضرتك حضرتك شايف الموضوع إزاي خصوصا إنك يعني داخل منظومة القمح التي يعني بدأ بها وإنت متعمل في مجال الأمح فإحنا ابتدينا الكلام حول موضوع منظومة القمح واشتراك أو إبلاغ وزير التموين عنها أو كزا فيه لحد موصلنا لأمس لما حدث أمس حضرتك شايف الموضوع إزاي ستاذا ما هي عايزين نتكلم بكل هدوك أم تفضل إحنا عايزين نقول من أول ألفين وحداشر بعد نسوها كنالي ألفين وحداشر عايزين نبص للكاتها في الأرض الراعية هي كانت قد إيه وبعد دعب طبعا تبوير الأراضي الزراعية من ألفين وحداشر واتناشر وثلاثتاشر وألفين وحداشر تمام شوف كام ألف ستان حضرتك بار يبدأ يعني وضع النẩ المحسول طبعا طبعا قريدة قال مش زاد يا فندي تمام المحسول كان في اثناشر وثلاثتاشر وأربعتاشر وفنديم كان تلاتة مليون سنة وثلاثة من عشرة تقريبا تمام بقدرة قادر بقى في اربعتاشر وخم moistاشر بقى خمسة مليون سنة وثلاثة من عشرة زي يا فنديم بجيجي جوين عليه يعني المفروض إن التلاتة وتلاثة من عشرة يبقوا 3 أو 3 أو 72 يعني فتان بقوا 5 مليون 8 و 12 في موسي من حصاد 2014-2015 تمام يا فتانين تمام الفتاة بن قوي في الاخر موسي 2014-2015 ان كان فيه تقريبا اكتر من 2 مليون 8 فعلا دول رسيل واحدة لازم اوضح لحضرتك نقطة مهمة جدا ان ما فيش فعلا طب معلش يا استاذ استاذ محمد يعني ايه رصيد وهمي رصيد وهمي انا لازم اوضح لحضرتك ايه يعني ايه رصيد وهمي محمد عبدنا مفردا ان عنده صومعة الصومعة دي على الوراء 20 الف تن وفعلي 5 سلاف تن لازم اوضح لحضرتك ان انا لازم اورد 20 الف تن 5 سلاف تن بذا امح محل مدعم وال15 الف تن بجيبهم امح مستورة من اوكرانيا او من الروس تمام فرق السعر يا فندم كان في 2014-2015 كان الطن المستورة ب1800 جنيه والسعر الامح المحلي لانه مدعم كان ب1800 كان فيه فرق السعر تقريبا 1000 جنيه في كل طن تمام يا فندم تمام كل طن فرق 1000 جنيه عمل 15 مليون جنيه في كل السعر في صومعة واحد سماعي يا سماعي سماعي تمام تمام يا فندم سامع حضرتك فضل سامعاني كويس يا فندم اه يا فن فضل فهنا المحصول زي ما قلت لحضرتك من من 2011 كان 3 مليون سن في 2014-2015 بقى 5 مليون و2 من 10 يعني الزيت احنا ما نعرفش تمام يا فن ومنزومة الخبز منزومة الخبز يا فندم اي نجحت طيب منزومة الخبز يا فندم لما هي وفرت الخبز مش المفروض ان هي توفر في رصيد بيئي ورصيد الامح بالنسبة له هيئة السلعة التبونية ولا ما توفرش المفروض ومنها توفر اه تقال يا فندم المسؤول قوله انت قد ايه تخديم تقدي ايه امح وزادت ولا قل هيقولك زادت من المنزومة اللي نجمع طيب يعني حضر تمام انا انا بشكرك على التحليل ده